هذا وقد اجتمع سعدة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية في مسقط اليوم مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة زيارة الوزير لسلطنة عمان ضمن جولة في عدد من الدول العربية الشقيقة تم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتنسيق والتشاور الدبلوماسي المشترك في إطار جهود اللجنة الوزرية البحرينية العمانية المشتركة لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود المستمرة التي تبدل على الصعيد السياسي لوقف الحرب في قطاع غزة وتسهيل إدخال المساعدات ودعم إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة كما استعرض الجانبان الاستعدادات والتحضيرات الهجارية لعقد القمة العربية الثالثة والثلاثين في مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل والتشاور والتنسيق المشترك تجاه الموضوعات والقضايا المعروضة على جدول أعمال القمة بما يلبي متطلبات تعزيز العمل العربية المشترك لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وحماية الأمن القومي العربي